موسيقى الناس بيبكوا لكتير أسباب في ناس بيبكوا طبعياً بسبب اخسارة معينة وفي ناس بيبكوا من الشفقة على الزيت في كمان ناس بيبكوا لما يتعذبوا بسبب خطاياهم أو خطايا الغير يلي بأسروا عليهم في ناس حساسين روحياً ما بيبكوا فقط بسبب خطيطهم هن لكن كمان بسبب خطيط الشعب وفي ناس بيبكوا لا يرتاحوا نفسياً اليونانيين كانوا يعملوا هالأمر بطريقة منتظمة بالحقيقة باليونان الأديمة بقلب هيكل الآلهة كان في مزبح مكرس لدموع وما كان يتقدم زبايح أبداً على هيدا المزبح ولا تأديمات كانت تنوضع على هالمزبح كان مجرد مكان بالهيكل يجوا عليه الباقسين وينحنوا على ركابهم ويبكوا على أحزانهم هذا النوع من التنفيس النفسي كان يعطيهم راحة موقعة لكن ما كان يلمس أبداً حاجاتهم الأساسية والعميئة هلأ على الأكيد في بعض الناس يلي ما بيقدروا يزرفوا دموع يمكن يكونوا عم يبكوا بدخلهم لكن ما بيقدروا ينزلوا دموع بالحقيقة في فرق بين البكة وزرف الدموع مش بالضرورة أنه يكونوا نفس الشيء بالحقيقة بالعالم الجسدي في حالة بيكونوا الناس منصابين فيها بمرض نادر اسمه متلازمة شجراً والناس يلي منصابين بهيدا المرض بالذات ما بيقدروا يزرفوا دموع جهاز منعتهم بهاجم الغدد يلي بتفرز الدموع وبتنشف عيونهم من الدموع أنا مأتنع أنه في حالة روحية بتشبه كثير هالحالة الجسدية في هيك حالة روحية بالعالم الروحي الدموع منن هن القضية لكن الحزن هو القضية الدموع منن المشكلة لكن البكاء مشكلة وعدم الأدرة على الحزن على الخطيئة هو مرض حديث بالكنيسة الحديثة عم بيسيب كثير من يلي اسمه المسيحيين إنه نكون مليانين بالحزن الإلهي هو مفهوم كثير غريب بكنيسة اليوم إنه نتقلم بسبب مأساة خطيانة هي ميزة مش معروفة بكنيسة اليوم ولهذا السبب بأحد الشعنينة هيدا لازم نتذكر عن جديد أهمية إنه يكون عنا حزن إلهي حزن إلهي حزن مقدس الكتاب المقدس بقول إنه الرب يسوع المسيح بالنهار تتويجه نظر عمدينة أوروشاليم والشهق بالبكة كلمة شهق هي أقرب مفهوم للكلمة ممكن تلقوه لأنه منى مثل لما منشوف إنه يسوع بكة بهدوء قدام قبر لعازر هون كان عم يشهق على مدينة أوروشاليم هو شهق وقال فقط لو عرفتي الأوقات لو فهمتي الأوقات هالتحنن والرحمة على فضائع خطيتن رح تقدي لكوارث على المدينة حزنه على كبرياءن وبرن الزاتي بالواقع خلي يشهق حزنه على تعصبهن الديني الأعمى خلي يشهق ألمه على رفضن لإله كالحقيقة الحقيقة الكاملة وماشي غير الحقيقة خلي يشهق ويمكن تفكروا إنه من بين كل الأيام من بين كل الأيام بهالنهار يلي كان الكل عم بيحتفلوا فيه الكل كانوا عم بيقضوا وقت ممتعه آه لكن ما كانوا مدركين لا يلي نطرون ولا يلي جاي إذن يسع شهق بالبكة شهق لأنه كان عارف شو جاي شهق بالبكة لأنه كان عارف شو عماهن عماهن الروحة للحقيقة رح ينتج عارف أنه عماهن للحقيقة رح يخليهم يسلموا للرمان لينصلب عارف أنه خطيتهم أنه يرفضوه رح تسبب دينونة رهيبة نتايش رهيبة عارف أنه كل الخطايا ممكن أنه الله الآب يغفرها إلا خطية وحدة وهي رفض يسوع المسيح كالطريق الوحيد للسماء عارف هالأمر فإذن شهق شهق بالبكة على عماهن الروحة شهق على مستقبلون الكارثة أنا بتسأل بتسأل إذا مش عم بيشهق بالبكة هلأ على الكنيس يلي رفضته كالطريق الوحيد للسماء الطريق الوحيد للآب إذا ما كان عم بيشهق على الواعزين يلي ما بقى يقامنوا أنه كلمة الله هي كلمة الله المعصومة والموحفية على التقوص الميتة ووضع التقوص فوق الصلاح على المسيحيين المزعومين يلي ما بيعرفوه كرب على كل حياتهم على يلي بيتبعوه فقط كرميل شو بيقدروا ياخدوا منه عم بيبكي على يلي لغيوا اسمه من الحياة العامة على يلي بيستخدموا اسم يسوع ككلمة شتيمة على الكنيس يلي بيخجلوا بحقيقة يسوع إذا شهق بالبكة يسوع شهق شو كان السبب الأساسي إنه يسوع شهق بالبكة شو كان السبب الأساسي يلي خليه يشهق بالبكة كان على جهل العنيد كان عدم مقدرتهم على تمييز أزمنة زيارة الله كان عدم مقدرتهم على أنه يميزوا الأوقات يلي بعيشوا فيها كان عدم مقدرتهم ورفضهم أنه يميزوا خطورة الوقت يلي هن عايشين فيه كان عدم مقدرتهم على أنه يشوفوا الخطر يلي سلوكم عم بيخدهم عليه كان عماهم على يلي عم بيصير كم مرة لما تواجهوا شي وبيجيكم فرص على طريقكم وأنتوا ما بتستفيدوا منها وما بتكونوا عارفين ومن بعدها بترجعوا بتقولوا آه فقط لو عرفت فقط لو عرفت هذا يلي عم بقوله الرب فقط لو عرفته من قبل لو فهمتوا أنه هو الوحيد يلي بركنا كشعب لو فهمتوا أنه هو الوحيد يلي عطانا كل انتصاراتنا لو فهمتوا أنه هو يلي حافظ على العهد يلي عمله الأباء المؤسسين أحبائي خلونا أقلكن شي إذا كان في حاجة منحة اليوم فهي أنه شعب الله يفهمه خطورة الأوقات يلي عم نعيشها الحشد يلي كان موجود بأحد الشعنين الأول كانوا مأخدين باللحظة يلي عم بعيشوها كثير سهل أنه نتاخد باللحظة يلي عم نعيشها لكن بدا شخص بيعرف يميز لحتى يدرك الخطورة وما يتاخد باللحظة يلي عيشها وهنا فشلوا كليا بأنه نشوفوا خطورة الزمن يلي هنا عيشين فيه في ناس بيروحوا على الكنيس لأنه هيدا تقليد أسبوعي ناس تانيين بيروحوا على الكنيس لأنه هيدا موعد شهري البعض بيعمل الزيارات السنوية عيد الميلاد وعيد الفصح البعض بيروحوا على الكنيسة ليتسلى وغيرهم لأنه بيحضروا خطبات تحفيزية مجانا وغيرهم لأنه بيشهروا بالزند وغيرهم بيروحوا على الكنيسة لأسباب اجتماعية وكلهم بينجرفوا باللحظة يلي عيشينا مثل هالحشد يلي كان بأحد الشنين الأول من جديد أنا بتسأل كتير أوقات عن هود الناس يلي شفوه عم بيشهق بالبكة لما الكل كان عم بيحتفل هو وعم بيشهق بتسأل شو كان عم بيخطر ببالهم آه يا رب يسوع ليه ليه هيك عم تعمل إنه يسوع ليه عم بيعكر الفرحة إنه ليه ما بيجرب يفوت بجو بيروح الوقت الفرح ليه ما بيحتفل تعرفوا ليه مش بكل بساطة بيتمتع بالحفلة ليه ما بيستمتع بهالاحتفال ليه ما بيمشي مع الطيار ليه دايما لازم يقلق على المستقبل ليه هو ما بيوعز رسالة بتعطي الشعور جي ليه ما بيخفف حديثه عن الأبدية والخطية والدينونة وكل هالأمور آه كان بيكون عنده أتباع أكتر آه لكن يلي خلى يسوع فعلا يبكي بحرارة كان أنه الناس فوتوا الفرصة فوتوا الفرصة أن يكونوا مخلصين للأبد الفرصة يلي الله أعطاهن إياها أن يشوفوا الله بجسد بشري عايش بيناتهم وفوتوه كم مرة حتى الأشخاص يلي عصاعد شخصة الناس بيفوتوا الفرصة آه بيقولوا أنا بدي أتبع مشيئة الله لكن بعد ما يشوفوا كلفة التلمزة بيتراجعوا في عائلات بقولوا نحن بدنا أنه الله بركنا ولكن هن مشغولين كتير بكل أنواع النشاطات نشاطات رياضية ونشاطات إششمعية وما بيعتوا الله إلا الفوتات يلي بيبقى من وقتهم وبيتساءلوا لي منهم مباركين في كنايس بيبدوا بحماسة ورؤية لكن بعد فترة بيلاقيوا أنه كتير أسهل أنه يساوموا من أنه يثبتوا من أجل الحق وبالنهاية بيخسروا كل شي باعتقد أنه ما في شك بفكر أي شخص منطقي أنه نحن موجودين على مفترق طرق وأنا مش عم بحكي فقط عن أمريكا أو عم بحكي عن العالم ما فيكن تنظروا للصورة الكبيرة بدون ما تدركوا أنه نحن واقفين على مفترق طرق بالحقيقة إذا الرب يسوع ما بيجي قريبا الجيل يلي رح يجي من بعضنا رح ينظروا على الزمن يلي نحن عايشين فيه ورح يقولوا هيدا الجيل عاش بواحد من هالأزمنة البارزة من التاريخ نحن عايشين على مفترق طرق بكل معنى الكلمة هل رح نوع على الوقت قبل ما تفوتنا الفرصة أو هل رح نظل معميين ومخشوشين بينما عم نروح على المصلخ لازم دايماً نتذكر أنه الجماهير متقلبة الجماهير دايماً متقلبة الحشود دايماً غلطانة في كتير ناس بيديروا حياتهم بحسب الأراء الشعبية شو الناس بيفكروا شو الناس بيعملوا كيف بعيشوا وكل هالأمور وبدون يلحقوا كل البقية ويتبعوا الحشود ومتل ما شخص قال إذا بتعيش بحسب رأي الآخرين بتموت بحسب رأي الآخرين الرأي الآخرين تاني يوم الرأي العام يمكن يمدحكم بنهار ويحتقركم تاني يوم لهيدا السبب الوحيد يلي لازم تسعوه لا تردوه هو الرب يسوع المسيح وهو وحده إذن الرب يسوع عرف كل هيدا لهيدا السبب ما كان متأثر باحتفالات الجماهير بوقتها سمح لهم أنه يسموه ملك لأول مرة لكن ما تأثر بهالأمر بدل هيك هو شهق بالبكة بوسط الاحتفالات يسوع عرف أنه لما هو ما بيتطابق مع توقعاته الخاطئة عنه رح ينقله له كان عارف الشيء يسوع عرف أنه لما مش رح يتكيف مع رغباتهم الأنانية رح يرفضوه يسوع عرف أنه لما مش رح يعطيهم يلي بدهم ياه الأشانة رح تتحول لسلبوه يسوع عرف أنه لما رح يفشل بأنه يلبي رغباتهم الجسدية رح يتبرقوا منه فشهق بالبكة شهق بالبكة لكن ما تفوتوا هالأمر لأنه يلي كان بدهم ياه بوقته ويلي يسوع كان عم بقدم لهم ياه كانوا أمرين متناقضين اتجاهين متناقضين فعليا هني كان بدهم ملك أرضي يحررون من روما آه لكن الملك يسوع كان الملك يلي كان بده يحررون من سلطان الخطية هني كان بدهم قائد عنده كاريزما هني كان بدهم قائد ثورة يجب لنا التغيير سمعتوا هالكلمة؟ هني كان عم بقدم لهم مخلص هني كان بدهم حدا يعطيهم هدايا بيقدر يعطيهم صدقة لكن هو كان عم بيعطيهم هدية الحياة الأبدية كانوا عم بيفتشوا على تغيير سياسة لكن هو كان عم بيعطيهم تغيير الحياة تغيير بالاتجاه من الاتجاه لجهنم للاتجاه للسماء هني كان بدهم الحرية من ضغينة الصعوبة الاقتصادية اللي كانت بوقتها لكن هو كان بدهم يعطيهم الحرية من ضغينة الخطية وعوائب الخطية شايفين كان بدهم سمى مزيفة هون على الأرض لكن هو كان عم يعطيهم السمى الأبدية معه للأبد معه بالسمى إذن لما ما تمت توقعاتهم نقلب عليه نحن شعب الله يلي بياخد سلطان كلمة الله بجدية تامة لدرجة أنه ما في علينا سلطة غير يسوع وكلمته ولما تفكر بهالحشد بأول أحد الشعنين تفكر كثير بوقات بالتاريخ لما الناس بيفشلوا بفهم الزمن يلي هن عايشين فيه الأزمنة الحاسمة الأزمنة الخطرة بسنة 1917 لما كانت الثورة البولشفية محتدة عى طرقات موسكو الدم كان مملى طرقات وبهيدا الوقت بالذات الاجتماع السنوى للكنيسة الروسية الأورتودوكسية كان من عقد كانوا عم بيتشاوروا هالأساقفة سافروا من كل الروسية للسينوتوس السنوى لا ما كانوا عم بيصلوا ما كانوا عم يدرسوا الكتاب المقدس ما كانوا عم بفتشوا على الحكمة لا يقدروا يتعاملوا مع هيدا الظرف كانوا عم بيتناقشوا بألوان تياب الكهنة سمعوني ميح أرجوكم قدي في ناس اليوم عم بيتناقشوا بالأمور السطحية والزيدة وعم بيفوتوا الضروري قدي في ناس اليوم عم بيركزوا على التسلية والترفيه ومش عم بيشعروا بعلامات الخطر يلي بتحيط فينا من كل الجهات لو عرفتوا الأوقات ما كنتوا بزلتوا كل طقتكن وكل وقتكن على المرارة والغضب وكل هالأمور لو عرفتوا الأوقات ما كنتوا هدرتوا نفسكن على التقوص والتقاليد لو عرفتوا الأوقات كنتوا اهتميتوا بالأهم وقللتوا من شأن الغير مهم لو عرفتوا الأوقات السبب أن يسوع شهق بالبك هو لأنه كان بيعرف خطورة الوضع بمعرفته الغير محدودة شاف الدينون الأدمة بكل قدرته هو قدرك الكارثة يلي جاية يلي ناجي من رفض لإله كالطريق الوحيد للقاب الطريق الوحيد للسماء المسيح الوحيد يلي ناطرينه بفارغ الصبر وبكل تأكيد بعد سبعة وثلاثين سنة تقريبا شايفين الله صبور الله كتير صبور لكن مثل مع البولوس ما تسيقوا تفسير صبره وتفكروا أنه ما بيهتم صبره هو الطريقة اللي يقول فيها أنا بحبكن أنا عبواظب معكن أنا عم بدعيكن أنا عم بحكيكن من خلال أصدقائكن من خلال جيرانكن من خلال وعظين من خلال الكتب من خلال تليفزيون فعلا أنا كتير صبور معكن ويسوع كان صبور معن وعطاهن فرص أكتر وأكتر لما تلميزوا وابتدت أعدادهم تتزايد وابتدوا يبشروا بالإنجيل بكل اليهودية وبعدين بالسامرة وبعدها لأقاص الأرض لكن بعدين حوالي سنة سبعين بعد المسيح كل شي تنبى في يسوع بهالوقت صار حرفيا وما بقي حجر على حجر ونحن ما عم نحكي عن حجارة صغيرة هود حجارة عملاءة بأوروشاليم يلي سافروا منكن لهونيك شفوهم الرومان إجوا وهدموا المدينة بقوله وقلبي مليان حزن مؤخرا كنا عم ندرس لسالونيكة التانية وشفنا كيف الرسول بولوس بيقول إنه بآخر الأزمنة الكابح الروح الأدوس رح يبتدي يسحب حضوره مش من حياة المؤمنين هو رح يضل بالمؤمنين لكن قوة حمايته يلي كانت عم تحمينا كدولي كشعب حمايته وقوته ككابح الشر قوته بالتبكيت رح تبتدي تتراجع ولما هالأمر يحدث روح الفوضى والتمرد رح يجي وياخد مطرحه أنا عم بقرأ بتأملاتي الخاصة باليومين الماضيين كيف لما الملك شاول أول ملك على إسرائيل لما روح الله تركه بسبب خطايا إجا روح شرير وعزبه أحبائي ما في أرض على الحياد إما بيكون عندكم روح الله بقلبكم أو بيكون عندكم روح شريرة بقلبكم وأنا بصلي إنه ما حدا موجود هون اليوم أو عم بيشاهد حول العالم ما يكون عم بيقول روح الله القدوس تعوز كون فيه إذا ما كان بقلبكم من قبل ما في أراضي على الحياة وفي كتير ناس مميزين عم بيشاهدوا اليوم وعم بيشوفوا كيف بشكل بطيء لكن أكيد روح الفوضى والتمرد عم بيزيد بالحكومة بالمدارس بالبيوت بالكنايس روح الفوضى والتمرد عم يشتاح دولتنا روح الفوضى والتمرد عم بيشتاح العالم لو فقط عرفتوا الأوقات بصلي إنه ما حدا يكون عم بيسمع صوتي ويدير دينته الترشا للي عم بيقولوا إلنا الروح القدوس وكلمة الله هو دي مانن كلماتي هو دي كلمات يسوع ما في أي شخص موجود هون اليوم بالصدفة أو بسبب الحظ أنتوا هون بسبب موعد إلهي والله تكلم معكم استجيبوا ما تتجاهلوا ما بتعرفوا إذا رح يكون عندكم فرصة تانية لتستجيبوا لدعوتوا الرؤوفة لو عرفتوا الأوقات أنا بصلي إنه تعرفوا الأوقات ترجمة نانسي قنقر